ايه اللي ممكن يفرح قلب المسيح النجاح الروحي او النجاح في الخدمة او المواهب الروحية قوة الله لأن من خلال الصليب تم خلاص البشرية الجسد المسيح وتم الأشياء التي تجتهي الملائكة أن تراها بسم الابر والروح القدس الاله الواحد آمين آية المسيح قالها إنجيل القديس يحنة لصحر 17 وعدد 6 أنا هو الطريق والحق والحياة عدد 11 وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة في ابنه أنا هو الطريق والحق والحياة وبيقول هنا أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة من له الابن فله الحياة ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة الحياة الأبدية اللي بتكلم عنها المسيح بتكلم عنها يوحنى رسول إيه هي الحياة الأبدية هي حياة الله ذاته حياة الله وزي ما إحنا سمعنا دلوقتي يقول وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية فهي أيضا عطية من الله عطية عطية يعني هبه مجانية زي ما قال القديس بولس الرسول فرسلته لأهل روميا صح 6 وعدد 23 لأن أقرة الخطية هي موت أما هبط الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فعشان كده الأبدية لما جات باللغة اليونانية جات يونيوس ويونيوس مش معناها البقاء إلى الأبد فقط ولكن معناها البقاء إلى الأبد في راحة وفي تعزية وفي سلام وفي فرح هي دي الحياة الأبدية الحياة الأبدية لما ليجي عايزين نعرف عن إيه الحياة الأبدية وإيه الإنسان الذي خد الحياة الأبدية إيه سماة هذه الحياة الأبدية عايزة أقول لكم أن من الحياة الأبدية هي حياة النصرة حياة النصرة النصرة على الخطيئة حياة النصرة على الموت ما فيش خوف لا من الموت ولا من العالم ولا من رئيس هذا العالم لأن حياة نصرة على الموت وعلى الخطيئة وعلى الشيطان الحياة الأبدية حياة فرح وسلام نسيح كده في يوحنى عشرة عدد عشرة يقولوا أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل وهنا كلمة أفضل يعني it's fullness يعني الحياة في ملؤها في فضها في قوتها في فرحها في سلامها هي دي الحياة الأبدية حياة تتصف بالمحبة الإنساني بأمليان محبة الحياة الأبدية قلنا هي حياة الله نفسه الله قدوس الحياة الأبدية هي حياة قداسة عشان كده يا أحبائي الحياة الأبدية لازم نعرف إزاي إن احنا نحصل عليها لأن إن كانت حياة تبدأ ولا تنتهي وحياة سماتها النصرة والفرح والسلام والبر والقداسة طب ليه أنا يعني ما خدش الحياة الأبدية ليه إن أنا الغد الوقتي مش عارف أنا خدتها ولا لا عشان كده هنعرف إزاي ناخد الحياة الأبدية كيف نحصل على الحياة الأبدية أول حاجة والحاجة الأساسية الحقيقة يعني هو الإيمان بالمسيح الإيمان بالمسيح ليه السبب واضح لأن المسيح هو الحياة الأبدية إبقى أنا لم أؤمن بالمسيح معناه إن أنا بأبل المسيح إن أنا بأخذ المسيح وإن كان المسيح هو الحياة الأبدية إبقى أنا خدت الحياة الأبدية والمسيح هو الحياة الأبدية واضح في كام آية في منتهى الوضوح في يوحنى يعني انجيل يوحنى صاحل واحد عدد أربعة بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس الحياة الأبدية وزي ما أردت دلوقتي في يوحنى 14 عدد ستة أنه هو الطريق والحق والحياة والمسيح لما راح عشاني أوم العازر قال لمرسى في يوحنى 11 و25 أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحي وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد فالمسيح هو الحياة الأبدية واضح خالص أنه هو الحياة الأبدية من الكلام كمان اللي قاله القديس يوحنى الرسول في رسالته الأولى والصحاح الأول والعدد الثاني يقول فإن الحياة أظهرت بكلمة عن الحياة الأبدية ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا يعني كانت حياة الأبدية مخفية عند الآب وأظهرت لنا في شخص يسوع المسيح وفي رسالة يوحنى الرسول أولى برضو لصح خمسة التي تقرأ علينا النهاردة ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية فإذن المسيح هو الحياة الأبدية إبقى أنا لما أخذ الحياة الأبدية لازم أن أنا أؤمن بالمسيح وأخذ المسيح هنلخصها في ثلاث حاجات مهمين أوي أول حاجة أن أنا لازم أؤمن بالمسيح لأنه واضح جدا في آيات كثيرة من الكتاب المقدس أن الإيمان بالمسيح شرط للحصول على الحياة الأبدية من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد وبيكتب كمان يوحن في إنجيله إصحح 3 وعدد 36 من يؤمن بالابن المسيح فله حياة أبدية ومن لم يؤمن بالابن أو من لا يؤمن بالابن فليست له حياة بل يمقص عليه غضب الله فالمسيح هو الحياة الأبدية والإيمان بالمسيح شرط أساسي علشان ناخد الحياة الأبدية لكن الإيمان بالمسيح هنقول ثلاث نقط مهمين في الإيمان بالمسيح إيه هو نقطة الأولى هنا بيقول من له الإبن فله الحياة يبقى هنا الإيمان مش بس الإيمان إن إحنا نصدق إن المسيح هو الحياة الأبدية وإننا لما أؤمن بي أخذ حياة أبدية أؤمن بيموته على الصليب وقيمته ومن خلال موته أنا بموت معاه ومن خلال قيمته أنا بأخذ الحياة الجديدة لا مهمة أوي إن أنا أخذ المسيح أخذ المسيح نفسه وأخذ المسيح هنا معروف إن هو المسيح يحل بالإيمان في قلوبنا زي ما قال بولوس الرسول والمسيح لا يحل بالإيمان في القلب وأنا موسط قلبي وقافل قلبي ومش عايزة أفتحه ليه مش عايزة أسلم نفسي ليه مش عايزة أسلم حياتي ليه عشان كده دي أول خطوة إن الإنسان علشان إن هو ينايل حياة أبدية إنه يفتح قلبه للمسيح ويعترف بالمسيح إنه ربه ومخلصه وإلهه عشان كده يا حبائي يعني هنا لما نقول قبول المسيح لازم نعرف إن إحنا بنقبل المسيح اللي مات على الصديب واللي آمن بين الأموات وإن إحنا علشان خاطر نتحد به لازم نموت معاه ولازم نقوم معاه وده اللي بيحصل في المعمودية لكن اللي بيحصل في المعمودية لازم نحن نعيشه كل يوم نموت مع المسيح ونقوم لحياة جديدة نتحد بموته إن كنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته عشان كده يبقى قبول المسيح معناه إن أنا أفتح قلب لي وإن أنا أخذ سر المعمودية أو أعيش سر المعمودية كل يوم حاجة تانية إن أنا مش بس إن أنا أفتح قلب لي وإن أنا أعتمد على اسمه وعيش هذه المعمودية كل يوم كمان في آية في منتهى الأهمية موجودة في يوحنى 17 وعدد 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت أيها الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته يبقى إذن الحاجة التانية هي معرفة الآب والابن وهنا بيتكلم عن المعرفة العقلية لكن بيتكلم عن المعرفة اللي فيها شركة وفيها اختبار يقول يوحنى الرسول أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا يبقى هنا لازم يكون فيه شركة شركة مع الله أبويا السماوي ومع المسيح ابنه اللي فداني على الصديب يبقى هنا المعرفة هي معرفة شركة معرفة اختبار معرفة حياة ليه الحياة هي المسيح بعيش المسيح كل يوم والحاجة التالتة في منتهى الأهمية لأنه بقول من له الابن له الحياة لازم أخذ المسيح والمسيح ادانى نفسه أو ذاته على الصليب وأيضا في سر الإفخارستية سر التناول من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير لأن جسدي هو مأكل حق ودمي هو مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وإيه وأنا فيه فإحنا محتاجين للثلاث خطوات دول نعيشهم عشان نضمن ونصق إن إحنا خدنا حياة أبدية في المسيح يسوع ربنا طيب يبقى السؤال اللي بعد كده إيه البرهان اللي يخليني إن أنا واثق إن أنا خدت حياة أبدية أو إيه برهان حصولي على هذه الحياة الأبدية أعرف منين إن أنا خدت حياة أبدية وبخدتش حياة أبدية أعيز أقول لك إنك إنت لو خدت حياة أبدية أول حاجة يعني تملى قلبك وتملى حياتك هي فضيلة المحبة لأن الله محبة الله محبة وإحنا قلنا من شوية إن المسيح هو الحياة الأبدية فإذن طبيعة الله التي لا يختلف عليها أحد أن الله محبة مطلقة وأن المسيح هو ابن المحبة وحب المسيح أعلنوا لينا على الصليب بشكل في منتهى الوضوح وإن كنا أحنا بنتكلم عن الحياة الأبدية وبذل الله ابنه من أجلنا على الصليب ننساش الآية اللي موجودة في محنة 316 هكذا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الحب ده حب الله الآب وحب المسيح بيفيد في كل إنسان حصل على الحياة الأبدية ما فيش كراهية ما فيش حقد ما فيش بغطة ما فيش حسد ما فيش غيرة لأن في محبة فيه احتمال محبة تحتمل كل شيء فيه صبر المحبة تصبر على كل شيء فيه محبة عشان كده أول حاجة مهمة خالص تثبت لي أن أنا خدت حياة أبدية أن البغضة تتلاشى من قلبي بالكامل يقول كده قديس يوحن الرسول في ستاته الأولى إصحاح 3 وعدد 14 نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة من يبغد أخاه يبقى في الموت إبقى الحاجة التي تأكد إن انتقلت من الموت هنا بيكلم عن الموت الأبدي إلى الحياة الأبدية أن أنا بحب الأخوة عندي محبة للناس أدي أول برهان إن أنا خدت الحياة الأبدية الحاجة الثانية النصرة على الخطيئة النصرة على الخطيئة الحياة الأبدية وقلنا أنها حياة نصة الإنسان بيتمتع بالحرية الحقيقية لأن كل من يفعل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد اللي يبقى في البيت إلى الأبد ولكن الإبن يبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار عشان كده يقول بوليس الرسول في روميا ستة تين وعشرين وأما الآن إذ أعطقتم من الخطيئة اتحررتم من الخطيئة فلكم صمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية يبقى اللي اتحرروا من الخطيئة هييش حياة القداسة في النهاية هيبقى ليه الحياة الأبدية نقولها الآية تاني أما الآن إذ أعطقتم اتحررتم من الخطيئة فلكم صمركم للقداسة والنهاية حياة أبدية يبقى والحاجة المحبة تاني حاجة أن نصر على الخطيئة لا تشمت بي عدوتي لأن إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب النور ليه يبقى الإنسان يخذ حياة أبدية ما يستسلمش للخطيئة ولا يبقى مهزوم من الخطيئة ولكن باستمرار عنده انتصار حقيقي خطيئة من خلال حياة التوبة وسر التوبة والاعتراف ربنا يدينا نعم علشان خاطر أن احنا الحياة الأبدية اللي صارت لنا هبة من المسيح سوع أن احنا ما نضيعهاش علشان خطيئة أو لزة وقتية أو تنعمات عالمية ولكن يريد ان احنا نعيش حياة التوبة عشان نحتفظ بسر الحياة الأبدية في أعمقنا كل يوم الحاجة التالتة بغضة النفس يعني بغضة النفس يعني عدم الإشفاق على النفس الإنسان اللي خد حياة أبدية مستعد أن هو يضيع حياته من أجل المسيح واضح جدا في يحن 12 وعدد 25 المسيح بيقول من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية يبقى حيث تحفظ نفسك لحياة أبدية تبغض نفسك يعني تبغض الأمور اللي بتحبها نفسك اللي هي الأمور العالمية لا تشفق على نفسك يعني إيه يعني تعبان أم صلي مهما كانت أعزارك حاول أنك أنت فعلا تعيش وأنت قلبك متعلق بالمسيح ورافض كل أمجاد العالم ورافض كل شهوات العالم ورافض ذاتك لأنه ساعات يبغض نفسه تيجي على الزات ساعات الزات بتكون سبب معطل كبير إن الإنسان يحصل على الحياة الأبدية عشان كده يقول لسي رسول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح أحيا فيه المسيح أحيا فيه المسيح والحياة الأبدية المسيح أحيا فيه بقى أنا فعلا أصلب ذاتي أبغض نفسي ده المعنى هنا ودي نمرة ثلاثة نمرة أربعة حياة الجهاد نخلي بالكو الحياة الأبدية إحنا لما بنحصل عليها ما هيش يعني خلاص بقت فور جرانت يعني يعني خلاص إحنا بقين أخذنا حياة الأبدية عمل إحنا عايزين وننام وما فيش جهاد وما فيش إن إحنا نحاول إن إحنا زي ما قال بولوس الرسول أقمع الجسد دي وأستعبده لألا بعد ما قرصت لآخرين أصر أنا نفسي مرفوضا لا هنا بيتكلم عن حياة الجهاد علشان خاطر أمسك بالحياة الأبدية وافضل ماسك فيها لازم أجاهد الجهاد الحسن زي ما قال بولوس الرسول في رسالته إلى تلميزه وتيمساوس صحاح 6 وعد 12 جاهد جهاد الإيمان الحسن عشان كده يا أحبائي موضوع الجهاد ده في منتهاء الأهمية صحيح إن الحياة الأبدية هي عطية من الله هي هبة من الله لكن الإنسان اللي ياخد عطايا الله ويبددها الإنسان اللي ياخد ميراسه ويبدده الإنسان اللي ياخد نعمة ربنا وما يحفظ عليها لأن كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء ده الجهاد أضبط نفسي أضبط لساني أضبط نظرات عينية أضبط أفكاري جهاد أقولك تجاهد غد فين يقولك لم تقوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطيئة حتى الدم يعني الجهاد لغيت لما أنا ممكن أن يسفك دمي من أجل الشهادة للمسيح ده الجهاد عشان كده أقولك جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت لابا اتكلمنا عن المحبة اتكلمنا عن النصرة الخطيئة اتكلمنا عن بغضة النفس اتكلمنا عن حياة الجهاد نقطة اللي جاية ودي نقطة مهمة برضو نمرة خمسة يقين امتلاك الحياة الأبدية يعني إيه يقين امتلاك يعني يبقى عندي يقين إن أنا خدت الحياة الأبدية ما حدش يشككني الشيطان ما يشككنيش ما فيش حد يشككني لأن دي هبة وعطية من الله نفسه عشان كده يقول يحنى الرسول في رسالته في عدد 13 يقول إيه كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ابن الله لكي تعلموا أن لكم حياة أبدية وتعلموا هنا جاية بمعنى لكي تتأكدوا أن لكم حياة أبدية خلي عندكم هذا اليقين إنكم أنتوا خدتوا الحياة الأبدية لكن الإنسان يقول لك أنا مش عارف أنا خدت حياة أبدية أم خدتش الشيطان ممكن بقى يضيعها منه يقولوا ده أنت عملت خطية وإنسان خد الحياة الأبدية يخطي ويعمل خطية زي أنت عملتها ده مكتوب كل من هو مولود من الله لا يخطي فإنت إزاي أنت مولود من الله لأن قلنا الولادة من الله أساس للحصول للحياة للحصول على الحياة الأبدية طيب أنت إزاي تولدت من الله بتعمل خطية لكن فيه علاج يا جماعة إن اعترفنا بخطيانا فهو إيه؟ أمين وعادل حتى يخفر لنا خطيانا وطهرنا من كل اسم فإحنا المفروض لا نفقد اليقين في أننا حصلنا على الحياة الأبدية في المسيح يسوع ربنا عشان كده مهم جدا أني أنا يكون عندي هذا اليقين زي إبوليس الرسول ما يقول في رسالته التانية إلى أهل كرونسوس إصحح خمسة وعدد أول لأننا نعلم خلي بالكم لكلمة لأننا نعلم يعني أنا واثق أنا متأكد لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي اللي هو الجسد ده فلنا في السماء بناء من الله فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد أبدي بيكلم عن البيت الأبدي الحياة الأبدية فإن نقض بيت خيمتنا الأرضي أنا واثق إننا ليا في السماء بيت غير مصنوع بيد أبدي في منتهى الأهمية إن الإنسان يسق يسق أن له حياة أبدية في المسيح يسوع وعنده يقين أنه امتلك هذه الحياة وإن هو حتى لو عنده ضعفات حتى لو عنده سقطات ولكن دي لا تحرمه من حياة الأبدية بدان بيهيش حياة حياة التوبر يبقى إحنا هنقول كيفية الحصول على حياة الأبدية إن إحنا القبول بالمسيح عن طريق الإيمان أو فتح القلب للمسيح وتسليم الحياة المسيح وعن طريق السر المعمودية اللي بنعيش كل يوم الموت مع المسيح والقيامة لحياة جديدة والحاجة التانية عن طريق المعرفة الاختبارية زي ما قلنا معرفة الشركة مع الله يبقى لنا شركة ابن دي شركة مع أبوه عن طريق قراءة الكلمة وعن طريق الصلاة معرفة اختبارية والحاجة التالتة عن طريق سر الإفخارستية من يأكله وني يحيا به بناكل المسيح في سر الجسد والدم وبعدين قلنا برهان حصولنا على الحياة الأبدية وده في منتهى الأممية عشان نراجع أنفسنا كل يوم هل فعلا عندنا محبة دي أول حاجة مهمة خالص محبة للكل حتى الأعداء حاجة التانية نصرح على الخطيئة نصرح على الخطيئة ثالث حاجة بغضط النفس رابع حاجة حياة الجهاد خمس حاجة يقين امتلاك الحياة الأبدية نصلي أن ربنا يدينا النهاردة أن احنا نتمتع بالحياة الأبدية الغالبة المنتصرة على كل شهوات العالم المنتصرة على الموت اللي خد حياة أبدية لا يخاف الموت لا يخاف الموت لأنه إن عيشنا فلرب نعيش وإن موتنا فلرب نموت إن عيشنا وإن موتنا فلرب نحن الحياة الأبدية حياة الفرح والسلام إن مكنتش اختبرت الفرح والسلام في حياتك لأن حياة الله حياة المسيح أو المسيح نفسه ليس له سكن في قلبك عشان كده النهاردة الدعوة للكل لأن المسيح جاه مخصوص علشان يدينا حياة أبدية يعني يحن الرسول لم حب يلخص إنجيله في الإصحاح العشرين يقول الكلام ده وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه ربنا ديا نعمة علشان يكون لنا جميعا سامعين ومشاهدين نصيب وميراث في الحياة الأبدية لإلهنا كل مجد من الآن والأبد آمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر